بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعود فألتقي معكم في الجزء الثاني لشرح أكبر برنامج في إحصاء القرآن ونحن نقول بالفعل هو أكبر برنامج يعني حاليا على شبكة الإنترنت هناك الكثير من البرامج معظمها فيها خير ونافعة ولكن هذا البرنامج هو الوحيد المتخصص في الإحصاء الدقيق جدا جدا للقرآن نسبة الخطأ تكاد تكون صفرا يعني حتى الآن نحن شاهد هذا البرنامج وجربه الملايين والحمد لله تداركنا كل الأخطاء التي كانت موجودة حاليا شبه خالي من الخطأ ولكن على الرغم من ذلك نطلب من أحبتنا إذا وجدوا أي خطأ يرسلوا لنا بملاحظاتهم أرائهم اقتراحاتهم إن شاء الله طبعا البرنامج هذا هو أيها الأحبة وقلنا هو ثمرت عمل متواصل لأكثر من خمسة عشر عاما بفضل الله تم هذا العمل أخيرا والآن هناك منافع كثيرة ربما الكثير مننا يجهلوها ولكن دعوني أتأمل معكم بعض خصائص هذا البرنامج بشكل مبسط هنا أيها الأحبة أنا لدي ما يسمى هنا طبعا نستطيع أن نقوم بعرض الآيات في أي لحظة نضغط هنا على F3 أو نضغط هنا على هذا الزر هنا فيعرض لنا الآيات نستطيع أن نستخدم هوم وإنت من البرنامج هوم يعني يعطيك الآية الأولى عند الآية الأخيرة طبعا بلوحة مفاتيح هنا لدينا الآية الأولى أيها الأحبة بسم الله الرحمن الرحيم كلماتها أربعة حروفها تسعة عشر رقمها واحد تسلسلها واحد ورقم سورة الفاتحة واحد وهكذا عندما ننزل مثلا نقف عند هذه الآية هذه الآية أيها الأحبة مثلا رقمها 33 موجودة في سورة البقرة ذات الرقم اثنان كما نرى أمامنا تسلسلها على مستوى القرآن أربعون وعدد كلماتها 22 عدد حروفها 99 وهكذا تستطيع أن تعلم مباشرة بمجرد أن تتنقل من آية لأخرى تستطيع أن تعلم البرامترات أو الأرقام المميزة لهذه الآية بسرعة تعرفها بسرعة وهنا على اليسار هنا أحبتي يعطيك عدد الحروف الموجودة في هذه الآية حسب طبعا هنا نحن نتحدث عن الرسم العثماني هناك ما يسمى بالرسم الأول وهو نفس الرسم العثماني ولكن من دون الهمزة والضمة والفتحة وهذه العلامات التي كتبت لاحقا وبأمر من الله سبحانه وتعالى طبعا كتبت لاحقا لإيضاح يعني بالنسبة لنا لنتمكن من قراءة القرآن بصورة سليمة العرب المسلمون الأوائل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرؤون القرآن بفطراتهم فليس لديهم أخطاء عندما دخل كثير من غير العرب في الإسلام شرح الله صدر القائمين وقتها على الدولة الإسلامية لي وضع علامات الترقيم لوضع أرقام للآيات لوضع الضمة الفتحة كذا بحيث أنهم ضبطوا عملية قراءة هذه الحروف مع لهم أن عدد الحروف ثابت يعني هنا لو رأينا هنا أيها الأحبة الخط الأصفر هنا يعطيك يعطيك إحصائيات للجدول هذا الذي هنا جدول الآيات الذي هنا يعطيك إحصائيات للآيات المعروضة أمامك الآيات هنا كلها هنا عرض الآيات الآيات كلها معروضة أمامنا عدد الآيات 6236 آية برواية حفص عن عاصم عدد الصور 114 عدد الكلمات 77432 عدد الحروف 322604 هنا طيب ما الفرق بين الرسم الأول والرسم العثماني؟ انظروا الرسم العثماني هنا سيعطيك نفس عدد الآيات طبعا لا يختلف الصور عدد الكلمات هو هو 77000432 الذي اختلف معنا هنا عدد الحروف 326159 لماذا ازداد عدد الحروف؟ لأن هذا البرنامج يحصي الهمزة هنا الرسم العثماني أيها الأحبة فيه حرف الهمزة الهمزة غير موجودة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مكتوبة في زمن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فأضيفت فيما بعد لضبط عملية القراءة بالنسبة لنا ولكي لا نرتكب أخطاء أثناء عملية القراءة أضيفت الهمزة مع أنها ليست من أصل القرآن المرسوم لذلك الرسم الأول في زمن النبي الرسم العثماني الأول الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه همزة أضيفت فيما بعد فخسب الرسم العثماني البرنامج يعد هذه الهمزات يعني حتى هنا إذا بحثنا عن حرف الهمزة مثلا فيمكن لنا أن نبحث في القرآن عن حرف الهمزة بحث سوف يعطينا 3555 همزة 3555 انظروا كيف يلون حرف الهمزة باللون الأحمر يمكن هنا أن نكبر الخط مثلا من هنا نستطيع أن نكبر الخط مثلا لكي يصبح أوضح بالنسبة لنا انظروا أيها الأحبة إذا بحثنا عن حرف الهمزة انظروا كيف يلون حرف الهمزة أو الحرف الذي نبحث عنه بشكل عام يلونه لنا بالأحمر أو تختار أي لون آخر طبعا آمن الآخر إلى آخره انظروا هنا عدد الهمزات طبعا هنا أيها الأحبة عدد الهمزات في القرآن هو 3555 همزة في القرآن كله بدقة طبعا هنا أيها الأحبة يعطيك الآية عدد كلماتها عدد حروفها تكرار كل حرف تكرار كل همزة يعني الحرف المبحوث عنه هنا نحن نبحث عن الهمزة فيعطيك هذا العمود التكرار إذن لدي أول عمود التسلسل العمود الثاني اسم السورة ورقمها العمود الثالث رقم الآية نص الآية الرابع الخامس عدد كلمات هذه الآية السادس عدد حروف الآية السابع تكرار الآية سبحان الله 1 2 3 4 5 6 7 هي سبعة أعمدة أنا أول مرة أكتشف ذلك بالمصادفة المهم نستطيع هنا أيها الأحبة بالضغط على على هذا المربع الذي موجود فيه التكرار فيقوم بإعادة ترتيب الآيات حسب الآية التي تحوي الحرف الأكثر تكرارا وهو الهمزة الذي نبحث عنه يعني مثلا عندما نضغط على التكرار يعطينا الآيات التي فيها ست همزات مثلا هنا لدينا هذه الآية فيها ست همزات همزات فقرأوا القرآن القرآن وآخرون 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 فقرأوا آتوا عدد التكرار ستة الآية الثانية أيضا ست همزات ستة 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 لدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمس آيات فيها ست همزات ثم يأتي الآيات التي فيها خمس همزات ثم أربعة ثم ثلاثة وهكذا كما نرى أربعة أنا الآن أنتقل بسرعة ثم يأتي الآيات التي فيها ثلاث همزات مثلا وهكذا يعني حتى آخر شي نجد أن الآيات التي يوجد فيها همزة واحدة نستطيع أن نعكس التكرار بالضغط مرة ثانية هنا أيها الأحبة إذا ضغطنا مرة ثانية أعطانا الأقل فالأكثر إذن الضغط الأولى تعطيك الأكثر فالأقل تضغط مرة ثانية يعكس الترتيب طبعا هنا نستطيع أيها الأحبة أيضا أن نضغط هنا يعني إذا أردنا أن نرتب هذه النتائج حسب عدد الحروف نضغط هنا ما هي الآية الأكثر حروفا هي آية الدين خمسمية وتسعة وأربعين حرفا ثم الآية التي تليها وقل للمؤمنات ثلاثمية وأربعة وربعين حرفا إن بربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل أيضا إذن أصبح لدينا أحبة في الله إذا استطعنا الآن أن نبحث عن حرف معين في القرآن نستطيع أن نرتب هذه النتائج حسب الحرف الأكثر تكرارا بالضغط هنا نضغط مرة ثانية يرتب النتائج الأقل حروفا حسب العدد الأقل من حيث عدد الحروف طيب ما هي إذا أردنا أن نرتب النتائج حسب الكلمات الأكثر تكرارا نضغط على مربع الكلمات هنا يعطينا الآية الأطول من حيث عدد الكلمات طيب إذا أردنا أن نرتب حسب رقم الآية نضغط الضغط الأولى يعطينا الرقم الأكبر وهو 285 سورة البقرة ثم 284 ثم 283 وهكذا إذا أردنا أن نعكس الترتيب يمكن أن نعكسه من هنا طبعا نضغط مرة ثانية يعطينا الآيات التي فيها أقل رقم آية واحد 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 وهكذا إذا أردنا أن نرتب حسب بداية الآية الكريمة نص الآية الكريمة هنا نضغط فيرتب حسب الهمزة ثم الألف ثم الباء التائسة وهكذا انظر يعطينا كل الآيات التي تبدأ بالهمزة يعني هنا مثلا مثلا كم آية تبدأ بالهمزة أتخذوا آتوني آخذين أشفقتم كذا كذا دعوني أبحث أنا لدي 11 آية تبدأ بحرف الهمزة في القرآن الكريم لا يوجد غيرها هنا وهكذا إذا أردت أن أعكس أضع الآيات التي تبدأ بالياء ثم الحرف الذي قبله وهكذا طبعا يا يحيى أخذ الكتابة بقوة ثم الآية التي تليها يؤمنون يؤمنون وهكذا يعني نستطيع أن نرتب أيها الأحبة حسب الحروف الأبجدية نستطيع أن نرتب أيضا الصور حسب الحروف الأبجدية التي تبدأ بالألف البقرة العمران كذا ثم البق ثم التاء وهكذا نعكس ترتيب يعطينا من الأخير من الياء طبعا ترتيب أبجد ألف بق تاء ثائجي محاك كاف ها وياء ها وياء أخر أخر يعني الحرف هو الياء من الألف إلى الياء إذن أحبتي في الله تعلمنا اليوم كيف نستطيع أن نبحث عن شيء ونرتبه ونرى هذه لا أريد أن نطلع عليكم لقاء قادم وسوف نكتشف أيضا حقائق جديدة إن شاء الله تابعونا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل كل من يعني يشاهده ويستعمل هذا البرنامج وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر